أعلنت السلطات الليبية الأحد أنها أنقذت في منطقة صحراوية قرب الحدود مع تونس مهاجرين من جنوب الصحراء كانت قد نقلتهم السلطات التونسية إليها وقال حرص الحدود الليبية إنهم عثروا في الأيام القليلة الماضية على ما لا يقل عن ستة رجال ومجموعة من النساء والأطفال متروكين لمصيرهم تحت أشعة الشمس ووسط درجات حرارة تزيد على أربعين درجة مئوية وكان هؤلاء المهاجرون تائهين في منطقة غير مأهولة وعلى بعد حوالى 15 كم من الحدود الليبية التونسية